الاحرام يرفو الاحرام بانه نية الدخول في نسك الحج او العمرة ولا يلزم منه اقترانه بالتلبية او سوق الهدي وغير ذلك وهذا عند الشافعية والحنابلة واما الحنفية فيشترطون اقتران النية بالتلبية او ما يقوم عندها مقام للتلبية كالذكر او سوق الهدي واما المالكية فيرون تحقق الاحرام بالنية ويسن اقترانه بالتلبية او اي فعل متعلق بالحج ولا يجوز الاحرام الا بالنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر انما نوى